يضمونينا الآن من القدس مراسل العربي عدنان جان عدنان نتابع معك أبرز التطورات ولنبدأ بإعلان الجيش الإسرائيلي مقتل عدد آخر من جنوده في الحرب على غزة مرحبا جمال طبعا الإعلان يأتي في سياق تواصل العمليات العسكرية والعدوان على قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود آخرين خلال المعارك التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية في وسط وجنوب قطاع غزة طبعا هذا الإعلان يأتي بعد التصريحات التي أدل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يوم أمس والتي تحدث فيها بأنه لا وقف للعدوان على قطاع غزة حتى تحقيق الهدفين الرئيسيين وهما تفكيك حركة حماس وتحرير الأسرى المحتجزين في داخل قطاع غزة نتنياهو قال بأن وقف العدوان الآن يعني الاعتراف بالهزيمة أمام من أسماهم أعداء إسرائيل قال بأن وقف إطلاق النار سوف يضر بأجيال قادمة في إسرائيل وبالتالي أكد بأن هذه العمليات العسكرية سوف تتواصل حتى تحقيق الأهداف التي وضعت في بداية هذا العدوان طبعا تصريحات نتنياهو تأتي في سياق الانتقادات الحادة الموجهة له سواء من داخل أعضاء كبيرة الحرب أو من بعض السياسيين الإسرائيليين صحيفة أرس نقلت عن مسؤول إسرائيلي يحضر اجتماعات الكبيرة الأمن والسياسي قوله بأن نتنياهو يريد إطالة أمد هذه الحرب لأنه يخشى المساءلة التي سوف تلاحقه عند تشكيل لجان التحقيق عقب انتهاء هذا العدوان على قطاع غزة أيضا هو لا يريد الدخول في صفقة لتبادل الأسرة مع حركة حماس بحسب هذا المسؤول الإسرائيلي لأنه يخشى من غضب أحزاب اليمين المتطرفة التي ترفض رفضا قاطعا وقف العمليات العسكرية والانسحاب من قطاع غزة قبول نتنياهو بشروط أي صفقة لتبادل الأسرة يحتم عليه أن يوقف العدوان وأن يسحب الجيش الإسرائيلي من داخل القطاع وهو ما لا تريده الأحزاب اليمينية المتطرفة التي هددت بالانسحاب من الحكومة وانسحابها يعني انهيار هذه الحكومة التي يترأسها بن يمين نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة وهذا ما يخشاه بشكل كبير رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير ليس فقط منذ بداية العدوان على قطاع غزة بل قبل ذلك حين ذهب إلى التعديلات القضاء